استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء طائرة مساعدات إنسانية متنوعة من الإمارات لصالح الأشقاء الفلسطينيين بقطع غزة وقال مصدر مسؤول بمطار العريش أنه تم تفرغ شحنة الطائرة ونقلها إلى المخازن اللوجستية بالعريش تمهيدا لنقلها إلى ميناء رفح البري وإدخالها إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري ووكالة الأنروا وأوضح المصدر أن إجمالية عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ الثاني عشر من أكتوبر الماضي بلغ 567 طائرة تحمل مساعدات